ومن الأسواق العالمية ننتقل إلى المنطقة باشرة بورصة السلع المصرية أول أيام عملها أمس بافتتاح التداول بطرح كميات كبيرة من القمح لبيعها إلى المطاحن هذا يأتي في خطوة تهدف إلى إتاحة السلع بسعر عادل وحماية صغار المزارعين وأنهاء الاحتكار وتحقيق استقرار السوق وفي بقابلة مع الشرق رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إبراهيم عشماوي قال أن الحكومة المصرية طرحت السلع الأولى على المنصة الإلكترونية لبورصة السلع المصرية وهي القمح الروسي ذكرت اليوم شهد أول تداول أول سلعة على منصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع ما تم طرحه هو القمح الروسي تعرف إحنا عندنا ما يقرب من عشرين منشأ للأقماح فإحنا قررنا النهاردة وتبقى لاحتياجات السوق ولأول مرة هذه السلع التامونية أو الحكومة بتنزل كبائع في البورصة المصرية للسلع والبيع للمشتريين هما من مطاحن القطاع الخاص كذلك أضاف العشماوي أن نحو مائتي شركة سجدت في عضوية البورصة المصرية للسلع منها نحو أربعين من مطاحن القطاع ما يقرب من متين شركة تم تسجيلها في عضوية البورصة المصرية للسلع منهم ما يقرب من أربعين مطحن وتم النهاردة دخول ما يقرب من ستة وتلاتين مطحن وحطوا واحد وتلاتين أردر طلب شراء على منصة البورصة المصرية للسلع منما الكمية حيعلن عنها إن شاء الله خلال فترة قليلة زمنية ودايما بقول إحنا في ماتشينج ما بين ما هو مطلوب وما هو تم بيعه مش نفس الرقم بالزبط ولكن إحنا زي ما قلت لسه بنجرب السوق لسه أول تداول هيبقى فيه تو ساشنز أو تو راونز للتداول أسبوعيا يوم الحد ويوم الأربعاء القادم في بيع الأخماح لمطاحن القطاع الخاص وقال أيضا عشماوي أن بورصة السلع توفر شفافية أكبر في أسعار السلع الأساسية وفرصة للتحكم فيها بأسعار عادلة فاللي إحنا بدأنا به هو الكلوز بيدنج إنك إنت بتحط الكمية اللي إنت عايزها والسعر اللي إنت بترى وثم يتم الإعلان ومن إحنا طبعا مش عايزين أن إحنا نصل بالسلع إلى أسعار كبيرة فبالتالي هيئة السلع كبائع هي حتى يدوبك التكلفة زائد شيء ضئيل من الربحية على أساس أنها تضبط الأسواق أنت شفت الأقماح وشفت الدقيق في السوق بيتم تدوله كام شفت لما العيش في البخابز الأفرنجية وصل لقيمة غير عادلة تدخلت الدولة وأمدت القطاع الخاص من المطاحن بيئة دقيق فقالنا طب بدل ما يتعامل بشكل نمطي ما نعمله بشكل بورصة سلعية للمزيد ينضم إلي الآن من القاهرة زميل محمد سعيد مراسل الشرق للأخبار صباح الخير محمد سمعنا الكلام من الرئيس البورصة طبعا يتحدث عن التحكم بالأسعار وبأنها تكون عادلة لمجرد بكونها بورصة التحكم بيصير صعب لمجرد بكونها بورصة بيصير عرض السعر هو عرضه ويحدده العرض والطلب فكيف آلية التحكم هل عندك فكرة نعم تحياتي الصباح والمشاهدين يعني بكل تأكيد انطلاقة البورصة السلعية أو البورصة المصرية للسلع يوم أمس والتي ستكون تدولتها على مدار يومين ستوفر آلية لتحديد سعر أكثر عادلة لأسعار القامحة في السوق المصرية وأيضا تمثل دليلا استرشاديا للمزارعين بحيث تكون أمامهم أكثر من قناة وسيلة لتسويق منتجهم والبورصة ربما لا تزال في طور النشوء أو لا تزال سوق الناشاء لم تصل بعد إلى مرحلة النضج والشفافية التي تمكنها من إتاحة عرض الأسعار بشكل فوري قد يكون ذلك في مرحلة لاحقة بحيث تكون التدولات فيها بشكل يومي ولكن الانطلاقة في حد ذاتها كانت أمرا مطلوبا وخاصة في ضوء اهتمام الدولة دوما بتوفير أرسل استراتيجية من القمح تحديدا والذي يمثل واحدا من أهم السلع للستراتيجية التي تعتمد عليها البلاد في تأمين احتياجات البلاد غذائيا وتعتمد أيضا على الاسترات فيما يخص توفيره للاستهلاك بشكل عام ووجود آلية للتسعير سواء من قبل القمح الذي يتم بايعه من هيئة السلع التموينية إلى التجار والمطاحن في مراحل لاحقة ربما يقلل من عدد حلقات التداول ما بين التجار والمزارعين وبالتالي يقلص من الهامش الربحي عبر هذه الحلقات المتعددة ويجعله قاصرا على السوق الحاضرة التي ستوفر أيضا هذه الأخماح بأسعار عادلة سواء للمزارعين أو سواء لمستهلكيه النهائيين بالإضافة للقمح محمد ما هي الخطة لهذه البورسة ما هي السلع التي يدرس تداولها على البناصة نعم صحيح صبع يعني كانت هناك تصريحات لرئيس مجلس إدارة البورسة المصرية للسلع الدكتور إبراهيم عشماوي تحدث أن القمح هو مجرد البداية وأن الأمر لن يكون قاصرا فقط أيضا على السلع الغذائية يعني لن يكون القمح أو الضرر الصفراء أو فقط أو غيرهما من المحاصيل الزراعية الأمر قد يمتد لاحقا إلى الأقطان وأيضا إلى المعادن بما يشمل الذهب وما إلى غيره من سلع تعد متداولة في أسواق عالمية ولكن فكرة النضج وفكرة توفر قاعدة عريضة من المتعاملين على هذه السوق هو ما قد يعجل من وطيرة هذه الطرحات وعلينا أن نذكر في هذا أصلا أن البورسة المصرية بشكل عام يعني التداولات في مصر تعد بورسة مصر تعد ثالث أقدم بورسة في العالم وبورسة الأقطان ربما عرفتها مصر وتحديدا الإسكندرية الشمالية البلاد عرفتها منذ أواخر القرن الثامن عشر يعني البلاد لديها تاريخ عتيد في هذا الأمر وربما إعادة وجوده بشكل يتوافق مع التكنولوجيات والأمور المتداولة عالمية في الأسواق ربما هو الأمر الذي سيعاول عليه كثيرا خلال الفترة القادمة ونطج السوق هو فكرة وجود تعاملات كثيفة عليه من قبل سواء التجار أو المطاحن أو غيرها من الشركات المنتجة للصناعات الغذائية والتي تستخدم الأقماح كمادة خام في منتجاتها هو الأمر الذي سيعجل من وطيرة طرح منتجات مختلفة عبر هذه المنصة التي تعتمد على النظام تداول حتى الآن يقوم على فكرة المزايدة ويقوم عبر نظام تداول إلكتروني من إنشاء شركة مصر لنشر وتداول معلومات إيجي أويدي التابعة للبورسة المصرية وهما سيتم من خلال هذا النظام انفتاحه على أسواق عالمية في مراحل لاحقة مستقبلا محمد سعيد شكرا جزيلا حضورك معنا اليوم وهذه التوضيحات الهمة اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع سبا معي أنا سبا عودي